اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء يعني اقدم الاستنكاري الشديد لما تعرض له ابن النائب السابق صالح المل محمد صلاح المل من اعتداء شريح الله يومه بالسلامة ونحن نتعاطق معاه واتمنى اتخاذ كافة الاجراءات لكشف المعتدي هذا من جانب من جانب اخر تعال نتأمل هذا المجلس ونقارن بما هو قبله مجلس 2013 حتى تفهم ماذا انجز هذا المجلس تأمل انجازات مجلس 2013 في ثلاث سنوات تقريبا خمسين قانون انجزها بمعدل تقريبا ثنائش قانون في كل فصل تشريعي ثلاث فصل تشريعية ثلاث سنوات تقريبا ثنائش قانون خمس وثلاثين قانون منها يتصل اتصالا وثيقا بالمواطن البسيط ثمان منها مؤكد تماما نال على اعجاب كثير من الناس منها بطاقة عافية منها تقاعد المبكر منها دعم تقاعد المبكر تقاعد المبكر اي نعم من انجازات المجلس السابق منها دعم المواد البناء بثلاثين الف الآن هذا غير لكن في قانون مكافأة نهاية الخدمة مكافأة نهاية الخدمة ناسف عندك ايضا بطاقة عافية وعندك ايضا قانون العمال المنزلية محكمة دستورية محكمة دستورية ديوان وطني لحقوق الانسان هيئة الطرق وغيرها 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 يعني هذه انجازات كثيرة منها ما يتصل اتصالا وثيقا بالمواطن فالآن حدثني عن هذه الإنجازات في هذا المجلس هل وصلت حتى إلى خمس أو عشر إنجازات أعتقد الجواب نتركها للناس إنجاز تشريعي أنت تتكلم عنها تتكلم عن الإنجازات التشريعية طيب الآن كثير منهم دخلوا على قضية البنزين أن المجلس قصر في مواجهة الحكومة في قضية البنزين وأن حتى السبعين لتر التي وعدت الحكومة بإعطائها في مجلس 2013 لم تتحقق في المجلس الحالي الآن أقول للناس اسألوا النواب الحاليين أين هذا السبعين لتر أين الوعد بتنزيل سعر المحروقات لم يحدث من هذا شنو تفسيرك ومجرد كلام للاستهلاك فقط يعني إذا أنت للأسف كان في الفترات السابقة عندما يطرح المرشحون أنفسهم على الساحة النيابية كانوا عادة عادة يهاجمون الحكومة وتقصيراتها الآن أصبح عندنا موديل جديد أن يهاجم النائب أو المرشح مرشحا آخر وأصبح يعني ما في أحد يضع رؤاه وأفكاره وخططه والقضية التي سيتبنىها أبدا فقط هو مجرد هجوم على نواب حاليين حتى يحل محلهم أو مرشحين آخرين وبس وتاركين الحكومة لا أحد يطرح رؤى لا أحد يطرح حل قضايا معينة أبدا وحتى التيارات السياسية كان مفروض أن تكون لديها برنامج واضح وخطوط عريضة هذا لم نسمع له فقط مجرد ردود أفعال قلت تصريح في 1-7-2018 المجلس الحالي مكبل ومهان من الحكومة وكشف حقائق بعض النواب وتحدى قيامهم بحالة المفسدين إلى النيابة نعم هذا واضح اليوم إذا أنت تقول أن تتحدى أن بحالة المفسدين إلى النيابة تو دكتور عادل الدمخ يقول نحن من كشفنا قضية ضيافة الداخلية في لجنة الميزانيات واليوم أحيلت إلى النيابة فضية ضيافة الداخلية هذه موجودة في مجلس 2013 وثيرت في 2013 الذي هو تضخم ميزانية الضيافة بند الهدايا نعم بند الهدايا هذه أثيرت في 2013 بعد ذلك دعني أتحدث بصراحة أنا باعتقادي أنه ليس من ضغط المجلس لا معي من ضغط من وعين لا لا ليس ضغط المجلس قلت قلت أعتقد قلت وإن كانت حربا بين الكبار نعم هي حرب إلا أنه يجب استغلالها لدفع الحكومة مستحبلا وقلت بعد بعضنا لكن ليش وصفت حربا لكبار يعني مقضية مكافعة فساد أنا أشد على يد الحكومة ويد المجلس إذا كان هناك نهج لكشف الفساد بمعنى هل تم كشف الفساد في الحيازات الزراعية هل تم كشف الفساد في الحيازات الصناعية أو الأراضي الصناعية هل تم الكشف الفساد في كافة الوزرات بالبلدية مثلا مشهود لها بالفساد هل تم الكشف ذلك أبدا لم يحدث ذلك إذا كان هناك نهج لكشف المفسدين في كل مكان أهلا ومرحبا بهم لكن دعني فقط أشير إلى شيء في وزارة الداخلية في قضيتين بند الضيافة وفي قضية أخرى المحروقات الخاصة يعني وقود الطائرات وقود الطائرات هنا صدر بيان بإدانة هؤلاء القياديين وهنا لم يصدر بيان هنا كان تبديد أموال عامة هنا اختلاسات أي وما أشد الاختلاسات أم التبديد اختلاسات بلا شك لكن مع هذا لم يصدر في الاختلاسات بيان من نفس الجهة من الإدارة الإعلام الأمني أبدا وكأن هناك في ولاء للمفسدين باعتقادي أن وسلش اللي قاعد تصوره اللي قاعد تشوفه اليوم بمحمد ما هي يعني هي بداية لحرب الفساد أتمنى أن يكون هناك فعلا قرار سياسي بمحاربة المفسدين وليس مجرد استجابة لضغوط شعبية وليس أيضا لتصفية بين الكبار ما أريد أن يكون هناك فعلا حرب على المفسدين والحرب على المفسدين لا تكون فقط في سرقة الأموال العامة بل هناك الشهادات المزورة الجنهاز المزورة قضايا كثيرة هي تشكل فعلا جزءا من محمد محاربة الفساد بس بس برلمانيا ما تشوف أنه من ناحية الرقابية وكان يعانب على مجلس 2013 النظائف رقابيا هذا المجلس يعني أقصى وزيرين من الشوخ شيخ محمد العبدالله شيخ سلمان الحمود وأيضا اليوم في استجوابي لا سمو رئيس الوزراء ما تشوف تفعيل الرقابة أقوى وأشد في هذا المجلس في مجلس 2013 12 استجواب منهم 6 وزراء تغيروا نتيجة لضغوط الاستجوابات ومنهم استجوابي أنا والأخ عبدالله تميمي الخاص بوزير البلدية وكان على ضوء أن قدم استقالته وعملت الحكومة تدوير ومع ذلك الاستجوابات كثرتها لا يعني أن المجلس يمر بحالة صحية أحيانا الاستجوابات الكثيرة تجعل من المواطن متململ لأنه أصبحت لا قيمة لها عندما تستخدم الأدات الدستورية الرقابية الشديدة يعني أعلى أدات رقابية هي الاستجواب عندما تستخدمها كثيرا بهذه الطريقة المملة تجعل لا قيمة لها مثل الاستجواب الموجه مثلا للوزير عادل الإخرافي مرة أخرى وكأنك تشعر بأن هناك ليس الهدف للإصلاح استجواب عادل الإخرافي وليس الإصلاح؟ نعم ليس شوف شو الهدف منه؟ شوف شوف عندما نتحدث عن محاور الاستجواب استجواب العدساني نعم هي محاور قوية ثلاث محاور قوية جدا الاستجواب اللي مقدم في الاستجواب الحالي المقدم هي محاور قوية إن أثبتها النائب المستجوب تجاه الوزير نعم هي محاور قوية إن أثبتها ولكن هذا من ناحية الفنية البحتة من ناحية السياسية نحن نعرف بأن هذا الاستجواب هو استجواب خلاف خاص بالدائرة الثانية خلاف انتخابي نعلم ذلك يعني تماما العارفون ببواطن الأمور يعلمون أنه يعني يهدف إلى إقصاء الوزير الهدف منه الضغط على الحكومة في حال وجود تشكيل جديد للحكومة أن يبعد هذا الوزير فقط لكن إن أثبت المستجوب هذه المحاور أعتقدنا فعلا استجواب مستجوب استجواب رئيس الوزراء المقدم النابين شعير الموزني وحمد المطير إلى سمو رئيس الوزراء تعلق في ملفات عديدة الجناصية العفو العام سجل النواب غيرها من الناحية الفنية من الناحية السياسية نكلمني سياسيا أول شيء سياسيا واضح أنها يعني صرع أقطب حرب ما بين الكبار وأيضا ضغط لتحقيق مكاسب وعد بها المستجوبون منها إعادة الجناسي أو إزاحة حتى سمو رئيس مجلس الوزراء عن سدة الرئاسة هذا من ناحية سياسية واضحة واضحة المسألة صرع أقطب من ناحية قانونية الاستجواب غير دستوري بالمرة لأن محاور كثيرة تتعلق بوزير الداخلية وليست بسمو رئيس مجلس الوزراء استجواب رئيس الوزراء غير دستوري غير دستوري لماذا؟ لأن حتى يكون الاستجواب دستوريا يجب أن يساءل رئيس الوزراء في السياسة العامة لأنه لا يمارس دورا تنفيبيا فبالتالي ما طرح المستجوبون من أربع محاور تقريبا الثلاث محاور الأولى هي تتعلق بوزير الداخلية مثلا في جملة مطاطة يعني أنا استغربت بالمحور الأول هدم مؤسسات الدولة طيب كيف تهدم مؤسسات الدولة؟ إما بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء أو بتشريع صادر من مجلس الأمة عن طريق مثلا الحكومة تقدم مشروع ويوافق عليه المجلس كيف يكون الهدم؟ قرار أو تشريع هل صدر من رئيس مجلس الوزراء قرارات تسيطر على تسيطر واضحة تسيطر على مثلا مؤسسات الدولة وتفرقها من محتواها إذا كان ذلك رئيس مجلس الوزراء لا يصدر قرارات مباشرة تتعلق بمؤسسات الدولة أنت تقولنا هذا يوجه الوزير المختص الوزير المختص يعني مثلا إذا رأوا بأن تم هدم مؤسسات الدولة كمؤسسة التعليم وتوجيهها توجيه مثلا يمجد شخصا معينا أو يمجد مثلا نحو الاتجاه التطبيع مع العدو الكيان الصهيوني مثلا على سبيل المثال هذا يسأل عنه وزير التعليم العالي أو وزير التربية وليس رئيس مجلس الوزراء فبالتالي ثلاث محاور تتعلق بوزراء آخرين وليس برئيس مجلس الوزراء أما المحور الرابع فهو محور مطاط خاص بعدم تنفيذ التوصيات معروف يا سيدي الفاضل بأن التوصيات الصادرة من مجلس الأمة أو لجانها إنما هي توصيات للاستئناس وليست ملزمة فبالتالي أنت على إساس تريد أن تلزم رئيس الوزراء بتوصيات محمد بالتجرد لو أنت كنت في هذا المجلس وعرض عليك إسقاط عضوية الدكتور الحربش دكتور طبطبائي أنت تختلف معهم فكريا سياسيا لكن لو يعرض عليك نتيجة الحكم الصادر في اقتحام أو دخول مجلس الأمة شو راح يكون تصويتك راح أوافق على إسقاط عضويتهما ليش أولا لفداحة الجريمة التي تم ارتكابها كان لو اليوم توقع دكتور عدل هذه كانت جريمة ضد الرشوة والراشو المرتشيم ما ارتكبوا جريمة يا سيدي الفاضل القانون دائما يشترط شرائط واضحة وشكلية لمباشرة بعض الحقوق يعني إذا أردت أن تمارس دورك في الرقابة أو دورك في محاربة الفاسدين فتم طراء قبعين منها اللجوء إلى القضاء ومنها اللجوء إلى الجهات المختصة أما اقتحام مجلس الأمة بهذه الطريقة خصوصا من نواب وإحضار الآخرين بهذه الطريقة أمر مخالف للقانون وأنت تعلم ذلك تماما لو كنت نائم كنت راح تسقط الأذوية نعم بدون تردد الاستجواب المقدم إلى مثلا سمو رئيس الوزراء يتكلم على قضية محور الجناس وعادة الجنسية ما تشوفون هذا محور مستحق؟ محور خاص بوزير الداخلية لأن من يقدم المعلومات الخاصة بسحب الجناسي؟ نعم صدرت بقرار من مجلس الوزراء لكن من قدم المعلومات؟ من قدم بأن هناك مثلا معلومات خاطئة في ملف الجنسيات؟ وملف الجنسيات إذا كان قرار سياسي لمحاربة معارضين أنا أرفضه أرفض تماما أن يكون الانتقام من معارضين سياسيين عن طريق التجنيس عن طريق سحب الجنسية هذا أنا أعرضه تماما ولكن هل وجدت الحكومة مثلا تزوير في ملفات التجنيس؟ هل وجدت أخطاء معلومات خاطئة في ملفات التجنيس؟ وعلى ضوءها قامت بسحب الجنسيات؟ هذا أنا أؤيده مع المعارضين وغير المعارضين اليوم المشاركة تنواب المقاطعين وكانت في مجلسكم قليلة ونادرة لكن المجلس هذا واضح أنه كسروا المقاطعة بشكل كبير تشوفوا فعلا استطاعوا أن يحققوا الغاية المطلوبة منها الإصلاح والنجاح في محاربة الفساد في غيرها من القضايا؟ النجاح الخاص بهم نعم شو الخاص بهم؟ يعني عادة المغانم والكسب السياسي مثلا تحقيق نتائج سياسية خاصة بي هي نتائج ضيقة يعني وليست نتائج عامة على المواطن يعود نفعها على المواطن نعم حققوا ذلك لا شك أنه عضوية مجلس الأمم تعطي صاحبها قوة ويستطيع أن يحقق نتائج هم حققوا نتائج خاصة بهم شونها أنها حقق بهم؟ وضح أبو محمد يعني يا سيد الفاضل مثلا تعيينات بعض الأمور تعطيل بعض الأمور مثلا النائب الحربش استطاع أن يتحصن بالحصانة في قضية ترديد خطاب كفى عبثا مثلا عدل بالحصانة لم يحول بينما حول المواطن العديد هذا لو لم يكن عضو مجلس الأمة لا تم تحويله إلى القضاء نعم وحقق كسب خاص فيه بالتالي لا أستطيع أن أقول حققوا شيء للمواطن أنا ذكرت لك في بداية حديثي قضية البنزين وقيمة الدنيا ولم تقعد على هذه القضية ماذا فعلوا؟ أنت أبو محمد قلت أنا لو كان يعرض علي إسقاط العضوية سأصوت بإسقاطها والغاية لكن اليوم الحديث عن العفو الشامل منطقة 75 دستور تتكلم عن العفو العام توافق عليه؟ اسم العفو الشامل والعفو الشامل ممكن يصدر من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد العفو الخاص عفو خاص وأيضا حتى العفو الشامل ما فيه مانع أن يصدر من حضرة صاحب السمو الجرائم التي ارتكبت في هذه الفترة من كذا كذا ويحددها مثلا يجوز ذلك ويجوز بقانون ممكن قانون يصدر يعني إما من الحكومة حكومة تتقدم بمشروع أو مجلس الأممي تقدم بقانون وبالتالي يشار إلى نوعية هذه الجرائم أو يشار إلى أصحابها لكن فيه مشكلة قانونية وهي أن القانون ينبغي أن يتميز بالعمومية والتجرد يعني ما تقدر تقول والله جريمة فلان لفلاني وفلان لفلاني وفلان لفلاني ما فيه تجرد ففيه إشكاء القانوني أمام هذا الشيء لكن بقرار تشوف أنه يعفو ليس شامل ولكنه مغلف بإطار شامل لكنه يعفو محدد نعم فبالتالي ما قدم حاليا في مجلس الأمة وما سمعناه من مجلس الأمة هو فقط للعفو عن مجموعة سياسية معينة فقط لكي تنجو من يعني العقوبات الخاصة بها أما بقية المغردين وما إلى ذلك لا لن يشملهم ذلك أوكي النواب الشيعة اليوم أكلمك عنهم تحديدا شوي في المجلس الماضي لما كنت أقوم ببعض المقابلات في الحملات الانتخابية بعض كان ينتقد فيصل الزويسان منهم صراحة ومنهم بالإشارة اليوم لما وصلوا تشوف أن الأداء تغير فرقوا عن أداءكم لا شوف أنت لما تحدث عن النواب الشيعة هم كبقية النواب يعني من ناحية فنية ما يعني تحليلك وتقييمك لبقية النواب يحدث للنواب الشيعة من حيث عملهم وجدهم وشهادهم وتقديمهم لكن في قضايا يريدها الناخب الشيعي الكويت الشيعي مثلا يريد المساواة في المناصب القيادية لا يريد أن يكون هناك نظام محصصة محصصة نحن مغلوبين لأن عددنا قليل فبالتالي المحصصة ستكون لغيرنا يريدون اعتماد الكفاءة اعتماد الكفاءة سوف يضمن العدالة الجميع والمساواة هذا مطلب عام مطلب عام ولكنه للأسف غير معمول به بالتالي الحكومة دائما ترفض أن تقدم قانون لتعين القيادين يعني الموجود في قانون الخدمة المدنية تستطيع أن تعين بالبراشوت وبأي طريقة معينة لكن كنا نريد أن نلزمها بقانون لكن كل مرة قدمة يسقط يعني بحل المجلس أو بابطال المجلس وما إلى ذلك لذلك أنا حريص أن الحكومة تقدم مشروع حتى لا يسقط إن حل مجلس الأمم هذا من جانب في قضايا أخرى مثل قضية قانون وحدة وطنية يريد الجميع يعني مثلا الشيعة يريدون أن لا يشعروا بأنهم الحلقة الأضعف عند تطبيق هذا القانون بحيث تكون العقوبة مغلضة عليهم أداهم اليوم أداهم جيد؟ هل أداهم بالنسبة لناخبين الشيعة؟ خاصة طبق الالتقادات اللي كانت توجه سيد الفاضل النواب الشيعة بدات المستقلين دعني لا أتحدث عن المنتمين أو المضوين تحت لواء التيارات السياسية لأن هؤلاء لهم نهج مختلف ونتائج مختلفة وغير لكن المستقلين نفس الشيء يدخل فلان يطلع فلان نفس الشيء ونفس الانتقادات توجه لهم لماذا؟ سيد الفاضل لأن بعضهم بعض الناخبين يريدون فقط المعاملات بعضهم يريدون مواقف بعضهم يريدون مثلا الشيعة مثلا ليسوا واحدا في شيعة لبراليين هؤلاء معظمهم يطالبون بالقضايا العامة كحل يعني لا يتميزون بقضاياهم الخاصة مو مهم عنده تبني مسجد يقولك بناء المسجد يعني هو كحق حق لأبناء الكويت يعني ينبغي أن يكون هناك يعني ما يهتم بقضية مو مهمة بالنسبة لها مو مهمة ليست أولوية بالنسبة لها لكن بعض الناخبين الشيعة لا يريدون مواقف معينة بالتالي مواقف لا تستطيع أن تحققها في ظل تناقص عدد نواب الشيعة لكنهم البعض كان ينتقد أداكم يقولكم أنتم يعني منزوين ومنضوين تحت راية الحكومة مثلا شوف شوف اليوم شون ترد عليهم شوف يا سيد الفاضل أولا مشكلة المرشح أي كان وأنا قلت لك في بداية حديثي أنه بدل ما يقدم رؤاه وتطلعاته ياخذ لواحد من المرشحين اللي موجودين خصوصا نائب سابق ويضرب فيه ويجعل أصحابه يبثون الإشاعات عنه وكثرة القيل والقال وهذا ويشغلك بقضية الدفاع عن نفسك تعرضت له ايه تعرضت له كثير زيه تعرضت له كثير عادي وبالتالي يستغل كل الأساليب المحرمة شرعا والأساليب المحرمة قانونا ويثير الإشاعات وكذا 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 ليش؟ لأنه ليس لديه قضية ليس لديه رؤى ليس لديه تطلعات حقيقية أسهل طريق للفوز هو أن أسقط النائب أو المرشح أو النائب السابق من عيون الآخرين لأنه يقولونها لا مدام كل الصفات المزينة فيه لنرى واحد ثاني فهو يطلع بمظهر الملاك طبعا هو بعضهم ما ينتقد مباشرة وبعضهم يجعل أصحابه ينتقدون ويقدمون كل هذه المعلومات لكن لمن كان ينتقدك اليوم وتشوف أنه تغير في أداء أم أن أداء كان لا؟ يا سيدي هذا يعني متروك للناخبين أنا لا أستطيع أن أقول أني أنا أفضل منهم أو هم أفضل مني هذا متروك للناخبين لكن عادة يعني يتهمونك بأنك حكومي ثم يدخلون المجلس ويصبحون حكوميين أكثر منك على الأقل على الأقل يا أستاذ علي أنا قدمت استجوابات عدد أربع استجوابات أنا قدمتها للحكومة ثلاثة منهم للوزراء من الأسرة الحاكمة وبالتالي أنا ما أخفت من أحد وقدمت ما يملي عليه أي استجواب قدمت الأسرة الحاكمة استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله استجواب أحمد الحمود وزير الداخلية ما نوقشت؟ ما نوقشت لأن المجلس ما مكنني المناقشة حذفوا استجوابي إلى دور العقاد المقبل وبالتالي أبطل المجلس بعد ذلك وقدمت استجواب الآخر استجواب قدمته للوزير البلدية وعلى ضع استقال البعض كان يقول في الحملات الانتخابية كان يأخذ تصريحك داخل مجلس لماي أنه يوم صار في نوع من المشادة وكنت غضبان داخل الجلسة مع الرئاسة فقال لك الرئيس أنت راضي فقلت له أنت راضي لك هوت كلها راضي البعض كان يأخذ هذا التصريح وينتقدك عليه يقول نائب ما مهنته شوفش اللي قبله اللي قبله أنا كنت أتخانق مع الرئاسة قبل قضية الوقت أو شيء خب أولاً كنا نتحدث عن قانون انزال سن الحدث من 18 إلى 16 اللي أعدل في هذا المجلس أنا كنت معارض أنا كنت معارض قلت لهما هذا يتناقض مع قانون الطفولة ويتناقض مع المواثيق الدولية ما يصير لكن للأسف رئيس مجلس الأمة يعطي أحد النواب الآخرين سبع دقائق للمدح مدح الحكومة ومدح هذا القانون وما إلى ذلك وأنا مراضي لأنني أنا الصوت المعارض في هذا القانون وبالتالي على فكرة أنا حققت نتائج إيجابية قبل أن يأتي وزير الداخلية الشيخ محمد القالد ويغير كثير من وجهة كثير من النواب كانوا فعلاً متوافقين معاي فيبدو أن بعضهم اتصل فيه قالوا تعالوا الحق على قانونك قبل لا يطير لأنه فعلاً اقتنعوا كثير من النواب أنه غلط النزل من 18 إلى 16 يتلهم راح يصير فيه اعدامات لناس عمرهم 16 سنة راح يصير فيه كذا وكذا صورتنا الدولية فاقتنعوا بمجرد أن جاء الوزير تغير كل شي فبالتالي أنا قاعدت أتهاوش مع الرئاسة على موضوع أعطائلي وقت وكل شوية رئيسي ولي ما عندي وقت بعدها قلت أنت راضي لكويت كلها راضية بعض النواب استغل من باب المجاملة وشكر الرئيس استغلال مرشحين لها لهذا القول تشوفه منصف كان أو مجحف حقك مو بس هذه يستغلوها أحيانا يستغلون كثير من الأمور بالقطع يعني استخدام الفيديو في كثير من الناس يناقشونني يقولوا أنت محافظة آية قرآنية أبحك أقول لهم من قال لكم أنا رديد وقيت لهم هذه آية قرآنية نعم وكذا اللي هو سم بكم عمي فيقولوا لي شون أنت محافظة تقول مثل قلت لهم أدري أنا أرى أنها مثل من القرآن والأمثلة تضرب إما من الأشعار أو القرآن وهذا قلته هذا كله قاطعين فبالتالي وايد أمور يقطعونها عليك ويقول لك شوف النائب ما كثير من الناس يقول لك أنا سامعك وشايف الفيديو وأنت تقول كذا قلت لأ أنت شايف اللي قبله شايف اللي بعده ما صحيح مثلا نائب دكتور نائب السابق دكتور عبدالحميد داشتي اليوم قاعد يوجه انتقادات لاذة عن تحديد النواب الشيء وإذا كلمجلس ككل أنت تشوف أنت تكون معاه في هذا الانتقاد أم أن هذا الانتقاد الهدف لضرب النواب وجهة نظرك فيه شوف سيد الفاضل لا يلام النائب السابق عبدالحميد داشتي لأنه شعر بخذلان كبير شعر بخذلان نعم أنا كنت أحد الداعين إلى تقديم الاستقالة إذا يعني تم إلغاء عضوية النائب عبدالحميد داشتي كالتسجيل موقف بأننا كلنا مطلامين معاه لكن يبدو أن الرئيس استطاع الوصول إلى حل وسط يعني أنا ما أعرف التفاصيل بحيث لم يطرح موضوعه للغياب أو على واعتماد فيه فبالتالي هو شعر بالغبن شعر بأن في المجلس الماضي أنا أكلمك الحين الهجوم اللاذع اللي قاعد يقدم الشي طبيعي إنسان خارج الكويت ويشعر بأنه مظلوم وأنه مورس بحق إجحاف كبير دون أن يجد أحد يتحدث في قضيته هذه قضية مستحقة عبدالحميد داشتي لا يمثل نفسه يمثل ممكن لأي شخص آخر ممكن يحدث له مثل هذه الأشياء هو عبر عن رأيه عبر عن رأيه اعتبرت أنت التعبير عن الرأي هو جريمة وآخرون عبروا عن رأيهم بطريقة أشد من عبدالحميد داشتي ولكن للأسف هي قضية سياسية موجهة لذات عبدالحميد فأنت معاه في أن يوجه النقد للنواب اليوم ما ألومة ما ألومة ما ألومة ما ألومة هل أحد يتحدث بقضيته هل أحد لأنه ممكن ممكن أي نائب منهم يتعرض لما تعرض لعبدالحميد داشتي أوكي أنت في المجلس الماضي كان في خلاف بينك بين أحد النواب ليه هو أخذ اقتراحك ما أقول اسم النائب أخذ اقتراحك وقلت نفس الشيء حتى بالفاصلة حتى بالنقطة حتى في المجلس الحالي أعتقد أنه أحمد الفضل اشتكى على بعض النواب أن المقترحات هي نفسه ما أخذ أكثره مقترح أو مقترحات بعد الله يذكر ربط خير هذا النائب هو شيء يقول لي يقول لي مثل ما أنت جبته إحنا جبناه بعد نزح قلت لها أنت من وين جبته قلت لها قلت لها أنت تدري من المبايقة من أحد علشان تقول لي أنت جبته ولا اقتراح قديم قلت لها أنا كاتبة بيدي قلت لها تدري شنو مشكلتكم مشكلتكم ما تكتبون قوانينكم بيدكم تجعلون آخرون ينسخون قوانين قديمة ويقدمونها عساس أنت تكثر تقول والله من إنجازاتي قدمت خمسين مقترح بقانون هذه منجازات ترم والعدد الكبير نوعية القانون اللي تقدمه لذلك أنا كنت أبتعد عن القوانين لذات الطابع الاقتصادي والمالي تدري ليش لأنني أدري أنها راح ترفض فبالتالي أنا أبحث عن ذات النوعية المختلفة اللي ممكن تفيد الوطن بالتاريخ يوم من الأيام يقولوا الله يتكرر بالخير الفلان فلان يعمل لنا أوكي بس هذه قاعدة تكرر اليوم يعني تكررات المجلس الحالي هناك من اشتكي يعني أول شيء ما تعتقدنا هناك حقالية للرقابة يجب أن توضع لا هو ما يمنع يعني لا إحد داخلية في مجلس ما يمنع أن أنت تأخذ اقتراحي نفسه وتقدمه باسمك وبالعكس هذا قوي ترى هذا قوي لكن أنا ما وقعت فيه من المشكلة ما يتكرر حقوق حقوق ملكية لا ما في حقوق ملكية بالعكس هذا قوي بالعكس أنا أكون سعيد لما أحد يقدم اقتراحي لكن تدريش المشكلة أن اقتراحي تم إيقافه وقام بنسخ اقتراحي واعتباره هو الأصل كمية جماعة أنا مقدمة بالتاريخ الفلاني كيف سقط كيف موجود ما الذي سوى الإجراء هذا ما أدري لا بس يعني متعمد أنه يشيلون اقتراح قلطون اقتراح واحد ثاني وهو ما أخذ نفس الاقتراح مقتبسة أنا ما أعلم بالنيات هل هو متعمد لكن أنا أعرف أن بعض الأحيان يكون مثلا لك اقتراح يكون حبس لدراج مثل قانون تحديد القيمة الإيجارية كان هذا مضر بالتجار فرئيس اللجنة التشريعية كان حطه بالدرج نايم عليه لمدة سنتين كل يطلع شوية يناقش شوية ورد نوما رئيس اللجنة التشريعية في المجلس الماضي في المجلس الماضي يطلع شوية يعني يناقش القانون شوية وبعد يرد يخش بالدرج مرة ثانية إلا يقدر رئيس لجنة يقوم بالدرج طبعا طبعا ليش رئيس لجنة ليش الحكومة تدخل بانتخابات اللجان ليش تبي فلان رئيس وفلان مو رئيس في تدخلت انتخابات اللجان واثرت على عتا عملها الفني تأيد ان الحكومة تدخل وخاصة ان الحكومة هو عضو في البرلمان او ان الحكومة تنأب نفسها شوف من الناحية السياسية من الناحية السياسية الحكومة يعني من حقها من ناحية دستورية من حقها لكن كناحية سياسية الافضل ان تبتعد وتترك المجلس حرية ذلك يعني كنت اتمنى ذلك لكن بما انها شريك معاك في صنع القرار السياسي شيء طبيعي تتدخل ترتاح لفلان اكثر من فلان فلان يسمع كلامها اكثر من فلان فلان يعاند مثلا غير متعاون معها شيء طبيعي على فكرة التعاون هو المنشود ولكن نحن لا نريد التهاون نريد تعاون حقيقي احترام عقلية النائب المنتخب من قبل الامة المشكلة يا سيدي الفاضل ان الحكومة دائما تشوف نفسها هي اللي فاهمه وان النواب هذين مجرد وناس تحركهم المصالح الخاصة بناخبينهم وانهم يريدون دغدغة المشاعر وانها هي اللي تفهم مصلحة البلد هذه مشكلتنا مع الحكومة لا تعتبرنا رجال دولة للأسف لان تعتقدنا القرارات او القوانين او الاقتراحات اللي نقدمها دائما تصب في مصلحة الناس ولا تصب في مصلحة الدولة اهي شايفة ان تفهم الناس اكثر منها اوكي ما اثير عنك ومحمد في قضية الحيازات الزراعية وكل بين فترة وفترة يبرز هذا الموضوع راح اكلمك عنه ولكن بعد هذا الفاصل اعود لكم جديد مشاهدين الكرام ومحمد انا اكلمتك على قضية الحيازات الزراعية في ثلاثة سبعة قلت الرد على الحسابات المشبوهة التي تقطع جزءا من مقابلة قلت فيها انني لا استطيع الاستجواة في الحيازات الزراعية وهي تزراءة قلت بعدين قلت ان الجان التحقيق اجدوان فلكن اول شيء قبل لا كلمك عن الموضوع نفسه ليش كان يهاجمونك على هذا الموضوع شوف اول من فتح موضوع الحيازات الزراعية هو النائب راكان النصف شدد بهذا الموضوع مو قضيتي انا قضيت اوهوة فانا توجهت لك قلت له راكان سو لجنة تحقيق واحنا كلنا معاك فقدم على طول مباشرة بعد كلامي قدم لجنة تحقيق احنا كنا خمسة قدمنا اسامينا ونجحنا فيها رئيسها راكان النصف خليل أبل خليل عبدالله معنا فيصل دويسان انا عبدالله معيوف عسكر العنزي خمسة قاموا بالتحقيق الخمسة نفسهم طلبوا اسامي السياسيين ممن يملكون حيازات زراعية طلبوا موانة لطالب خمستنا طلبنا من وزير كان وقته لعمير لعمير فزودنا هو مفروض كشفين كشف من يملك حيازة زراعية ومن كان يملك وحولها زودنا بالثاني من يملك وحولها وفي اسماء شطبة انت قلت شطبت بالكرة خلصنا من زين اللجنة كلها موجودة وزودنا فيه بآخر اجتماع باللجنة عظمه خلصت يا رئيس اللجنة ترى الموضوع كذا كذا خير ان شاء الله أوكي خمسة أربع نواب غيري لماذا لم يتحدث أحد إذا تبيت لوم إذا هناك من يريد أن يلوم لا تلوم من تحدث زين واستنكر هذا الفعل أوكي بتقديم طلب أوكي وقلت ما بقعد أقدم لجنة تحقيق أخرى عندكم لجنة حماية المال العام برئاسة نائب عبدالله الطريجي نائب السابق أوكي تفضل هذا هذه أدلة نقشوها خمسة أيضا في لجنة حماية المال العام ووجدوا واكتشفوا أشياء أكثر مما اكتشفناها مع ذلك لماذا لم يتحدث أحد غيري وغير عبدالله الطريجي في هذا الموضوع وين الأربع نواب في لجنتنا وين أربع نواب في لجنتين إذا أراد أحد الانتقاد انتقدوا الصامت الذي لم يتحدث عندما واجهت هذه الحقيقة لا تنتقد من أثار القضية وهم اعتقدوا أنه أنت لما تثير القضية وهناك سياسيين لديهم حيازات زراعية بعضهم أخذها بطريقتين طريقة مباشرة وآخر قام بتسجيلها لسكرتير له أي بس هو بعد ذلك لش ما فعل دورك الرقابي لا فعل دوري الرقابي من قال أن الدور الرقابي فقط استجوابه قدم دور الرقابي من اللجنة الأولى أنا من أشرت على راكان وفي اللجنة الثانية أنا من قدمت هذه القضية لعبدالله طريجي رئيس لجنة حماية المال العام شلو الدور أكثر من شديد لكن عندما سألت لما لا تقدم استجواب أنا جاوبت لكن لما تقطع أنت جوابي وأنا كنت أقول لجان التحقيق أجدى وتحقق نتيجة وأنا ما بي الوزير أبي الفاسديني لداخل الهيئة وهذا يقطع من المقابلة وبالتالي ش تسوي الناس تسمع الجزء الموجود الفياسيون بالدرجة الأولى هم نواب في المجلس أنا ذاك ضايقهم هذا الأمر وأرادوا شيئين إما أن أتقدم باستجواب وبالتالي يتعمق الفساد أكثر من خلال المفاوضات مع الوزير والله إحنا نوقع بحياك بس تعارف في مساومات مساومات بالتالي أنا أعمق الفساد دون أن أعلم من خلال الاستجواب أثنين قدم استجواب وذكر أسامي الفاسدين بعض الناس بحسنية يقول لك جديد لن أمكن من ذكر اسم أحد لن أمكن حتى في قضية الإداعات لم يمكن نائب المستجوب من ذكر أسامي اللي تهمه في الإداعات المليونية تذكر قال أساميه بسرعة وأقطع المكروفون عنه من اللائح الداخلية أساسا من اللائح الداخلية إذن لن أنجح في ذلك وسوف أعمق الفساد أكثر أيهما أجدع شون تعمق الفساد أكثر متصر اتفاقات صفقات بس إذا فضحت لسامي بالحالة رح تتوضعهم في موقف محرج مثل ما صارف قضية الإداعات يعني يا سيدي الفاضل قضية الإداعات قضية كبرى ومع ذلك لم تحل وهذه قضية ثانية قال عنها قضية إداعات أخرى قالها النائب خليل عبد الله قالها قضية إداعات أخرى نعم بالتالي كانت الأسامي على فكرة موجودة لدي الأسامي وشفت الأسامي وعرف عندك الأسامي؟ نعم قرأتها قرأتها وين قرأتها؟ قرأتها موجودة عندي لا الحين موجودة عندك؟ موجودة عندي بس أنا ما أقدر أكشف مصادري وأقول من اللي يابلي ومن هذا موجودة عندي تفاصيل لها ومن عندها كنت شمع عندها حياتها وشون حصل عليها؟ نعم وهذا اللي ما جاوب عليه الوزير علي العمير موجودة عندي تحصلت عليه مثل لو كنتم تم قدم استجواب وفاجعتها يا سيدي الفاضل أولا بالأسامي هذي أولا ما كنت راح تحقق شيء؟ أولا حصلت هذه الأسامي بعد خروجي من عضوية مجلس أمه لأن البعض من الموظفين كان خايف كان خايف عدد من المفسدين كان مسيطرين على الهيئة بالتالي خايف يقدم هذا الشيء حصلت هذه الأسماء بعد ذلك موجودة المشكلة في مكافحة الفساد تم تقديم بلاغ عن حيازات الزراعية قانون الهيئة لا تستطيع أن تقدم نفس البلاغ باتي قدم نفس البلاغ وأن حفظ لكفاية الأدلة هذا قانون الهيئة هذا قانونها خلاص قدم فلان قبلك تعال فيصل أنا حصلتهم بعد في أسماء أنا اطلعت عليها داخل اللجنة الأوراق مو عندي نزيل في نفس الانتقادات البعض تكلم من اليوم النائب السابق سيد حسين القلف ساعات كان انتقد فيصل هو ما بقى حد ما انتقده انتقد الكل يعني سيد حسين رجالة تحية سيد دائما تلاقي مفاعل شوف على المستوى الشخصي ليش كان يهاجم لا لا شوف على المستوى الشخصي علاقة بيني وبين طيبة سيد دائما واحترام متبادل هو خلاف سياسي ويختلف مع السياسيين ويقول انت أحيانا بعض المواقف اللي تتخذها الضر أكثر مما تنفع هو وجهة نظرات شديد هو قال عني أنا أشبه حسن جوهر حسن جوهر بالعكس إنسان راقي جدا ورائع جدا في عمل البرلماني حسن جوهر حسن جوهر السيد والنعم فيه والا أراء وممكن يصيب وممكن يخطئ وانا كذلك ممكن أصيب وممكن أخطئ وأنا دائما أدعو الجميع للنقاش لأنه ممكن أبين أنا صوابية موقفي وممكن أبين خطأ موقفي وبالتالي إذا أنا مخطئ ممكن أتراجع عن خطأي بس أنت كنت دائما تقول حق النواب اليوم اللي قايتامونك أن أنت ما ذكرت أسامي الحيازات الزراعية قلت وجهنهم اللوم أنه يلا أنتوا أذكروا أسامي من عند حيازات زراعية ما قلت هذا الشيء ما قلت؟ لا ما قلت هذا الشيء قلت ودي أن أسأل النواب الشجعان في مجلس لهم الذين اتهموني بالتهون عند متابعتي لملف الحيازات الزراعية لعدم ذلك الأسماع المتورطة صونا لكرامة المتهم حتى تثويتها لماذا لا تفضحون أسماع المزورين؟ ما هذا اللي ترحوني؟ يلا تفضلوا مزورين الشهادات مزورين الشهادات وعندهم مزورين الشهادات من نفس الباب أنت موت تتهمني تقول أنت ما فضحت الأسامي وأنا نفس الشيء أقول لك تفضل شلون أنت رمتني بدايها وانسلت أنت تتهمني أن أنا تسترت عليهم وأنا أتهمكم نفس التهمة اللي انت وجهتها لي لكن أنا أعلم زين بأنه لا يجوز أن أفضح هؤلاء وأن يجب هؤلاء أن يحالوا إلى التحقيق الشهادات المزورة وأن يعني باختصال تشوف من نجلس اليوم والحكومة يقومون في دورهم في محاربتها؟ لا 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 ما في جدية هذه القضية محرجة للحكومة لأن هناك قياديين لديهم شهادات مزورة هناك ربما أعضاء مجلس الامر ربما وزراء لديهم شهادات مزورة أو مضروبة أو من جامعات غير معترافة فيها فبالتالي القضية محرجة لكن أمام الحكومة طريقة للإصلاح فهي أن تقول للشخص المهم مثلا والله يروح عدل وضعك أو قدم استقالتك كبار موظفي مثلا قدم استقالتك وطلع بهدوء حتى نتخلص من هؤلاء أوكي القضية اللي يثيرت قبل يومين هي قضية تصل رئيس مجلس الامر مع رئيس البرلمان العراقي وجهة نظرك فيها لا أنا يعني هو أشوف من يريد أن يلقي اللوم على السيد رئيس مجلس الامر ويتهمه ويتاجر سياسيا بالخلاق معه سيبحث عن أقل شيء أقل شيء أبسط سوء تفاهم فبالتالي واضح مفهوم كلمة توافه لأمور ممقصود فيها يعني ما قصره هو فسر تفسير ليش تفسير فسر يعني أنا أكرهك فبالتالي هل أنا أحسن الظن فيك لا لازم أسيء الظن فيك هذا اللي صار يكرهون رئيس مجلس الامر كل الحملة الشعبية يكره يعني لا لا ممكن مبعض الناس من يقود الحملة الشعبية هم غرف غرف مظلمة تدار بالخفاء ويتم دفع المال لها من قبل المغردين وما إلى ذلك والناس البسطاء تتأثر بهذه الحملة يعني أنا ما أقول لك أغلب الناس لا أغلب الناس مساكين يعني يعني يطلع رأي منه يأيدون يقولون يا والله صح ليش قال كذا فبالتالي حتى يبين موقفه الآن سيد رئيس مجلس الامر وبيين موقفه خلاص الناس سكتت واضح أنه ما كان يقصد مع أنه كان يستر بيان توضيحي ولا كان وفروض أنه خلاص تكون كلمة لا هو يعني تعليق بسيط على هذا ورده خلاص وانتهت القضية أوكي في نفس في إطار آخر اللي هو اليوم تعيين ديوان الوطني حقوق الإنسان هذا المرسوم أو هذا القانون أنت تبنيته وقلت الديوان الوطني أنا متبنيته أنا كتبت بيدي الديوان الوطني لحقوق الإنسان هو اقتراح أصيل مقدم مني في مجال السلومة 2009-2012 والمبطل الأول وال2012 المبطل الثاني ومجلسه 2011 وأقره في 2015 واليوم تم تداول صورة لمرسوم تعينا أضاهي وجلهم من ناشطي حقوق الإنسان لكن وخالفة روح القانون جلت بتعيين سفير رئيسا بدلا من ناشط أصيل أربع من منظمات المجتمع المدني الناشطين في مجال حقوق الإنسان كانوا موجودين أما الأغلب لا منهم سفيرين ومن شروط التعيين في المجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان أن يكون هناك خبرة ثلاث سنوات على الأقل في مجال حقوق الإنسان مو شخص قرأ ورقة دفاعا عن الكويت في مجال حقوق الإنسان تعتبر الناشطي مجال حقوق الإنسان الناشط في مجال حقوق الإنسان من دافع عن الإنسان من دافع عن المظلومين من دافعه عن الذين تعرضوا للظلم بسبب عنصر بسبب جنس مشكلة الناس يا سيدي الفاضل لا يعرفون قيمة الإنجاز في الديوان الوطني لحقوق الإنسان الناس مو فهمها شنو الديوان وليش كلمة ديوان ما يدرون أن أخذنا كلمة ديوان من ديوان المظالم حتى تشتكي الناس مو عارفين أن هذا أهم إنجاز حضاري لدولة الكويت تدري شنو الديوان الوطني لحقوق الإنسان أنت كشخص لو كنت موظف حكومة وكنت استحق ترقية وقام شخص رقى آخر لأنه ابن قبيلته أو ابن مذهبه وبالتالي أنت ظلمت تستطيع أن تتقدم إلى الديوان والديوان يقوم برفع قضية على هذا وتقديم كل الأدلة هذا في القانون الحالي؟ في القانون الحالي نعم هذا ديوان الحقوق الإنسان لك عدل بعد تعديلات؟ لا للأسف هو أضعف في بعض الجهات لكن شوف سيدة يمارس ضدها التمييز الخاص بالجنس لأنها سيدة والله ما تأخذ منصب ويعطونه واحد ثاني أقل منها تستطيع اللجوء بالقانون الحالي يعني من يظلم وظيفيا أنت بتقول يلجح مو بس وظيفيا حتى في مراكز الإقاف والاعتقال مثلا شخص والله لأنه يعني مثلا مارس حقه بالتعبير عن راي مختلف عن راي مثلا تتبنينا الدولة الرسمية مثلا وبالتالي يظلم ويعني شقول لك يتعرض إلى لا يتم الانتصار له كم أضعاف القانون؟ فعاف القانون من خلال أولا تدخل الحكومة في التعيين مباشرة الحكومة بتعيين الناس هذا غير مجلس الحالي هذا قال له هناك مشكلة دستورية مو مشكلة دستورية مو صحيح هذا المشكلة المشكلة أن الحكومة وافقت على القانون القديم وهي صوتت ما فعلت هي صوتت على القانون بس الحكومة اكتشفت أنها بلعت موس اكتشفت أن القانون قد يكون تعيين عن طريق مجلس الأمة أو تصويت مجلس الأمة على الرئيس ونائبة قد يكون لا ممكن رئيس لا يوافق الحكومة أو رئيس يكون منتصرا يعني تخيل لو كان هذا القرار بيد مجلس الأمة يعين مثلا غانم النجار رجل ناشط بمجال حقوق الإنسان وينتصر أو شخصية من الشخصيات التي ما يهمها هذه العنصرية العفنة التي تطلع من بعض أبناء وطننا ضد الناس البسطاء والمساكين حتى البدون يستفيدون من هذا شون يستفيدون من هذا كل ما يختص بحقوق الإنسان ما يمارس ضدهم منعهم من التعليم منعهم من العلاج كإنسان يستطيع أن يتقدم بشكوى لو الشخص حتى يهينه لأنه ما عنده جنسية يستطيع أن يتقدم بشكوى ويتدخل مجلس حقوق الإنسان أو ديوان حقوق الإنسان تدخل قضائيا ينضم إلى الدعوة ينضم إلى الدعوة ويقول أنا بعد أرفع القضية على هذا الشخص ليس من فلان ضد فلان من الديوان ضد فلان أوكي يتصل في قضية البدون وانتكد دائما تتكلم في هذه القضية اليوم تشوف الجهاز المركزي والتصريحات الأخيرة للغيس الجهاز تشوفها فعلا إنجازات للجهاز إذا كان الهدف من هذا الجهاز هو تقليل أعداد البدون ودفعهم إلى الهجرة وتضييق عليهم نعم هذا إنجاز إذا كان هذا في بال رئيس الجهاز هذا إنجاز يحسب له أما إذا كان إنصاف البدون والحل حل المشكلة لصالح الكويت ولصالح هذه الفئة المظلومة لا مو إنجاز مو إنجاز لا مو إنجاز أبدا مو إنجاز بالحكس شوف قبل كان واحد يتمنى يحصل على جنسية لأنه يستحق الجنسية الآن صار هدفه بس يحصل على بطاقة عشان يقدر يشتغل فيها شوف شوف من وين كان شوف وين كانت الأمنيات سقف الأمنيات الآن سقف الأمنيات تكفون معنا بجنسية بس عاملونا كبشر تصوروا وصلنا إلى هذه المرحلة الآن مو هذه المشكلة بدون وضع أفضل منهم على الأقل ممكن تطلع على بطاقة ويعالج ومش عارف إيش الآن من سحبة جنسيته إذا ما عنده فلوس ما يستطيع أن يعالج بأي مستشفى من مستشفىات الحكومة وضعه سيء جدا غير محترم كإنسان للأسف هؤلاء يستطيعون أن يلجأوا للديوان الوطني لحقوق الإنسان وحتى البدون يقدر يلجأ للديوان الوطني لحقوق الإنسان أي إنسان يقيم على أرض الكويت سواء كان كويتي غير كويتي مسلم غير مسلم مهما كان عنصره طفل امرأة رجل يستطيع أن يلجأ إلى القانون يقول أنا ظلمت في الشيء لفلاني الديوان شنو دوره في الحالة إذا كان واحد يسلم غير واحد ذات الجنسية يقول أنا مظلوم شي سكير يسوي لك مو الله يسلمك إذا تم التعيين من خلال الحكومة شيء طبيعي سينسجم معه قرارات الحكومة في هذا الشأن ورؤية الحكومة في هذا الشأن لن ينتصر له ما راح ينتصر له لا أبدا ما راح ينتصر له مهنين مشكلة أوكي لما صارت بعد بعض الخلافات خاصة المجموعة الثمانين دائما تبني الجهاز المركزي وبعض القرارات التي تصدر من الحكومة انتصر خلاف ما بينك ومجموعة الثمانين لما انتقدتم ما صار خلاف ما قلت شيء ما انتقدتم أنا قلت مجموعة الثمانين كان لها دور قضية القانون التي تم تقديمه واللجوء للمحكمة بالنسبة للجناس وما إلى ذلك اللي خاص بسحب الجناس هما كان لهم دور تحركوا إعلاميا وما إلى ذلك حتى فشل المشروع بس انتهى دورهم هلكل ما زحلتهم هل تجد أحد لهم أنصار هل تجد فكر منسجم ما يجمعهم فكرة عنصرية بس بيش عنصرية فكرة عنصرية هم لا يريدون شوف قانون الجنسية موجود انت تبي فقط أبناء الكويت فقط الموجودين حاليا ولا يتم تجنس أحد أو تجنس بالقطارة ما يصير أنت خايف على لهجة الكويت لا تتغير تركيب الاجتماعي يا سيدي لهجة الكويت تغيرت حين هذه لهجتنا اللي نتكلم فيها أنا وأنت نفس لهجة لهجة جدي وجدك مثلا لا اختلفت أنت الحين قاعدت تتكلم الحفاظ اليوم حتى البعض قاعدت تتكلم لك مو بس على غير محدد الجزية قاعدت تتكلم لك على أيضا الوافدين تعالنا نفرد ضرائب وتعالنا الروح في هذا الاتجار هتأيد ولا لا شوف يا سيدي قضية الوافدين المواطن يشتكي من الوافد المستشار الكبير اللي يتخذ قرارات أو يسهم في اتخاذ قرارات من قبل مسؤولين كويتيين تؤثر عليه كمواطن المواطن مو ضد سايق باص يتمون الاستغناء عنا بشركة حكومية وبالتالي يصير أزمة في الباصات الحكومية لصالح شركة خاصة مو هذا المواطن مو ضد هذا مو ضد ممرضين يحتاجهم الوطن يحتاجهم الشعب مو ضد مدرسين يحتاجهم في تعليم أبنائك هو ضد مستشارين يملكون القرار بينما كويتيين يستطيعون أن يحلوا محدهم شل يمنع تيب مستشار اقتصادي كويتي شل يمنع تيب مستشار قانوني كويتي موجودين موجودين شل يمنع وتعينهم مع فرض الرسوم فرض رسوم عليهم اليوم أي رسوم نبي الرسوم على المستشفيات ورسوم ضرائب وغيراق رسوم تحويلات شوف رسوم التحويلات أنا ضدها لأنها ستسم بخلق سوق سوداء وبالتالي زيادة ممكن أسعار يعني شوف ضررة على المواطن في النهاية في تاجر مثلاً مو كويتي بالنهاية بييب بضاع شي طبيعي بيحول الفلوس هذه الفلوس سيكون عليها مثلاً ضريبة بالتالي راح يحلي سعر السلعة أنزان أتب أبو محمد في لما كنت تحاول تقر ديوان الوطني حلو كل إنسان ترحتوا جنيف ومجموعة من النواب وكنت يبتوا من وفقه اللي بادئة الفرنسا أتوقع داخل مجلس اللوم بالنواب لما كنتوا تناقشوهم البعض كان معارض هذه الفكرة يا سيد الفاضل مو بس شريح نحن داخل اللجنة التشريعية عندما قلت يجب أن تكون هذه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان وطني لحقوق الإنسان يجب أن تكون متفقة مع مبادئ باريس قال لي واحد من النواب قال احنا أهم شيء وعندنا المبادئ الإسلامية يقول لي مو كيفي مو كيفي مبادئ باريس هي عبارة عن اتفاقية دولية حول الهيئات المستقلة لحقوق الإنسان إذا التزمت فيها تعتبر مستقلة تعتبر ناجحة تعتبر تحقق الهدف المنشود منها هذه مبادئ باريس مو مسألة إسلام باريس باريس غير ما تكلم عن موضة أنا كانت تكلم عن اتفاقية دولية اسمها مبادئ باريس فمعظم النواب معظم النواب ما كان فاهم ما هو الديوان الوطني لحقوق الإنسان وشنو دوره فبالتالي بعض أعضاء اللجنة أيضا لجنة حقوق الإنسان ما كان عندهم فكرة كافية فأنا شخصيا اقترحت عليهم من نسافر إلى مجلس حقوق الإنسان ونطلع على الموجود هناك ويطلعون على الأفكار الموجودة عندنا فعلا تم استعراض القانون اللي قدمناه وتم مراجعته وتم تغيير بعض المواد اللي صالح حقوق الإنسان واكتشفوا بالضبط شنو اللي موجود وأنا أشكر الجميع على تعاونهم محمد أخيرا لو تجرى انتخابات حالية راح تنزل؟ يعتمد على الناس إذا الناس ما يبوني بعد ما أنزل يعني مو متخد قرار الرغبة موجودة أنك أنت يعني أنا كنت متعب في المجلس السابق من ناحية المرض الآن أنا في صحة جيدة وبالأكس الحمد لله لكن إذا أنا أردت أن أرشح نفسي واكتشفت أن هناك رغبة بعدم أو وجوه الناس انصرفت عني لا أرشح نفسي أو ربما أرشح نفسي حتى لو ضمنت عدم الفوز ليصار رسالة معينة لا بأس في ذلك مشكور بمحمد لحضورك معنا في هذه الحلقة وإن شاء الله نتكرر في لقات أخرى بإذن الله شكرا أن أتمنى لك التوفيق على الصعيد الشخصي أهلا وسهلا بمتشاهدين الكرام وصلنا لختام هذه الحلقة لكم من أطيب المناورة لقاء